اهلا وسهلا بكم معاكم محمد عيد الودا فيديو توتوريول جديد ليا مع هوك طيب النهاردة هتكلم معاكم على حتة ازاي اوظف تكست في الفيديوول يعني ايه يعني انا البطل عندي هو التكست وعايز ابني عليه شكل او عايز ابني عليكم بوستين طيب فكرة الموضوع ايه او فكرة الفيديوول ايه ببساطة هو زي كومباوند الكمباوند دوت انا محتاج ان انا ادي له اعلان الاعلان دوت بيكلم عن الفاسيليتيز اللي موجودة داخل الكمباوند او داخل الشوق فتعالوا نشوف احنا ممكن نعمل ايه طبعا ده الشكل النهائي للشغل تعالوا نشوف ممكن نعمله ازاي طيب انا اول حاجة بفتح الفوتشوب بعمل نيو فايل طيب انا الطبيعي او الاساس اللي انا بشتغل عليه دايما بيكون اتش دي لان الاتش دي احنا قلنا ان هو اقرب سايز ممكن نشتغل عليه للشغل بتاعنا سواء بالبوردز او اي حاجة طيب تهالوا نشوف ممكن نسمي الفايل اي حاجة ممكن نسميه دايورستي مسلا اوكي طيب انا عندي مجموعة ليرز انا طبعا بشوف الليرز بشوف مثلا الايتمز اللي انا ممكن استخدمها طبعا عندي باكراوند طبعا عندي الحاجات اللي انا هبنيها داخل بكون مجمعها وبكون جاهز عندنا بس احطاها في الديزاين وابدأ اعمل لها وعمل لها كل حاجة طيب تعالوا نشوف اول حاجة طبعا انا باستخدمها ممكن نستردشها شوية عشان يبقى مستوى الارض عالي سنة ممكن نطلع سنة فوق كمان ماشي ممكن كده مثلا ونبدأ طبعا هي الارضية الاول هي جاهزة وكده انا حطيتها على طول عشان اوفر بعض الوقت بعد كده ممكن ابدأ العب في الالوان بتاعتي ممكن ادوس لو انا عايز او يفضل ان انا استخدم كاميرا رو فلتر لان كاميرا رو فلتر فيها كتير زائد ان انا عندي مشكلة هنا في ايه الدرجات بتاعتي من تقريبا اوكي فانا ممكن ازوم اوت وبدوس طبعا اول حاجة اوتو لان اوتو هو بيشوف لي ايه انسب حاجة ممكن تكون للفيجول نفسه او الاضاءة بتاعتي طيب انا عندي هنا الحاجة الاضاءة محتاجة اتنوع شوية طيب انا عندي حاجة الاضاءة بتاعتي بخليها اوتو شوية ممكن ابدأ اقلل لسلنا في الهايلايتز اوكي ممكن ان اقلل لسلنا في الشادوز نطب فيها سلنا بسيطة نقلل لسلنا في البلاكس طيب انا عندي حل المشكلة دي دقيقي ان انا بخش على الليومانس الليومانس نوز روداكشن وابدأ اعليها انا كده عندي ساحة شوية وممكن اعمل لها برضو حركة تانية اللي هي طيب بس انا عندي هنا هبدأ ازبط الواني شوية برضو انا عندي طبعا كل ما بغير في الالوان بتاعتي كل ما بطديني درجات تانية كل ما الموضوع ببقى مختلف طيب بعد ما اعملت ده انا ممكن اخش على البلير جاوزن بلير طبعا كل ما بغير في اختلاف سنة بسيطة طيب بعد ما اعملت ده انا برضو ممكن عشان درجة البنفسيجي مش الظبطة معي قوي فانا ممكن ادي درجة بنفسيجي زي دي ات مساء موقع اضفها و اعملها بلندينج مود ممكن حاجة زي كده هنهديها برضو سيرنا بسيطة بالشكل ده مش بعد كده بابدأ اشوف ايه العناصر اللي عندي ابدأ اضفها انا ممكن اسمي دول و اشوف العناصر التانية اللي عندي ابدأ اضفها طيب عشان نحط العناصر دي طبعا اول حاجة هنعملها نكتب التكست بتاعنا ايا كان هو التكست ايه او ايه اللي احنا نكتبه وايه نوع الفونت اللي احنا نستخدمه طبعا هنكتب التكست نفسه نبدأ نتعامل مع نفسه ونختار اللون بتاعنا ممكن نختاره اصفر درجة زي دي مثلا ونكبره نخليه هو الهيرو بتاع الفجل بالشكل ده نصر نصر اخر وصلنا بسيطة ونشوف النسب بتاعتنا اللي احنا هنبني عليها الشكل يعني مثلا انا عندي هنا عايز اعمل فانا بسيطة انا بختار السيطة بتاعي وبسيطة من اول الزاوية بفوق خالص وبادوس شفت بكبر طبعا لحد ما اختار مثلا انا عايز سنتي اعاي جزء انا مثلا هزبطها على سنتي وببدأ طبعا داية لو مش موجودة المسترة عندي انا بدوس كوماند ار بتختفي وبتظهر كوماند ار بسحب منها الخط بتاعي من فوق ومن تحت تمام وبضيف برضو نفس الحتة للناحية التانية بتراك الماز بتاعي واضف لها برضو عشان قدر امشي عليه طيب انا عندي دوت الى حدا ما ممكن يكون مزبوط مع النسبة بتاعتي وطبعا عشان يتزبط في النص اكتر انا بدوس عليه هو والارضية وبخش على موف طول وبحركها شوية بزبطها من فوق هنا بحيث انها تبقى سنترد طبعا انا عايزها ما تبقىش سنترد قوي انا عايزها تبقى تحت سنة بسيطة طيب هنضيف برضو حاجة تانية بسيطة ونخليها ابيض بالشكل ده اوكي عندي طبعا الفونت بتاعي هنا هلفتكا انا ممكن استخدم فونت معين وممكن اغير اصلا الفونت بتاعي بس انا هستخدم كونتري جوثق ونبدأ نضبط في الستنجز تعتو ممكن نخلي المسافة مية مثلا نفس الكلام هنا برضو نسخة الناس ها هون الظهر كذلك برضو نستخدمه نخليه بولد طبعا هو سابق معي شوية فاحنا هنزبط المسافات بتاعته برضو هنخليه معي ونزبطه هنمس نزبطه برضو نتأكد ان هو مزبوط كده كده انا زبطل تايبو بتاعي نعمله فايل طيب بعد ما عملت ده انا بدأ اعمله على الارضية ممكن اخد منه واحد تاني وممكن اعمله سمارت اوبجيكت ونحاوله لدرجة اسود اوكي ونعكس الطيبو بتاعي الشكله طبعا هعمل له اوورلي طبعا ها مش هتنا في صغير لما عمل ده اه اعمل لها سمارت سمارت اوبجيكت وعمل لها لير ماسك وابدأ اقلل في الجزء اللي تحت الشكل ده ممكن نستخدمها في جريدين طول الشكل ده ويقللها سمارت بسيطة خمسة عشرين مصر طيب بعد ما عملت دوت انا ممكن اغش بعد كده على البلير وديها جازم بلير خفيف قوي بالشكل ده اوكي كده انا عندي التكست بداعي ممكن نعدي دير برضو شيدين خفيف قوي من تحت ويقلل عادي اعطيت لي اوورلي طيب انا اضيفه لدي التكست ممكن برضو نقوم برضو نقوم برضو نقوم بردو نقوم بردو نقوم بردو نقوم بردو نقوم بردو في جريدين خفيف قوي من تحت وبدو الزيرو مثلا عشان اخلي بتاعته عالية وعمل دايرة وستريتشها قوي تحت التكست بفردها بقى تحت التكست خالص بالشكل دعا كده مثلا ووبرلي ونقل لها خالص بالشكل دعا وابدأ امسح المسافات اللي هنا امسح المسافات اللي هنا كده مثلا تمام طيب بعد ما خلصت التكست بتاعي احيانا لما اكون عايز مثلا امظم الفايل بتاعي انا ممكن ادي امسح المسافات اللي لجروبس عشان ما اطلق بطش بعد كده بابدأ اشوف بعد كده بقى اللي عندي نبدأ نبص على الحاجات اللي عندنا ممكن حاجة زي كده طبعا انا اقصيصها وجازة ممكن اخدها على طول واحطها هنا مثلا هنصغرها شوية بيجي الحاجمة ده مثلا ممكن نقلب ونخليها ورا الكتابة انا هدرس طبعا كوماند وقوس عشان يرجع الوراء على طول كوماند قوس بيقفل ويرجع لفوق او لتحت طيب هنصغرها شوية بسيطة كمحين ممكن مثلا بالشكل كده ممكن مثلا بالشكل كده اعطيني طيب انا عندي اللون الاحمر ده خارج الموضوع شوية فانا ممكن اعمل درجة تانية مثلا جروب على ديت واختار من الارضية بتاعتي من البراش طول ممكن الوين الجزء ده على طول من الطريق دي اعطيه واجرب البراشة اعطيه مثلا طيب طيب هي مزبوطة شوية بس مديني في الحتة الدهية مديني يعني زهرة شوية فانا ممكن اخليها هيو دلاتي ونقللها سنة بسيطة هيكها تقريبا بديتني الدرجة بتاعتي اللي انا كنت اعيزها ماشي نرجع سنة طيب نشوف ايه المنتس تانية عندي طبعا انا بعد ما عملت دوت لازم اعطف لها الشادوز بتاعيتها زي ما قلنا هيبقى برضو درجة خفيفة من اسود بحطها وبعدين استريتشها تحت الكاوتش بتاعتي بالشكل ده طبعا هي ورا الار فهتبقى راجع الورا وهنخليها ممكننا خليها ممكننا خليها عشان تبقى اهتسلنا بسيطة طبعا انا همسح الحتة هداية مش محتاجها والجزء ده ممكن اهدي سنة بسيطة اوكي مش نرجع الورا سنة هنهدي ده اكتر اوكي نبدأ نشوف ايه الايتم الثانية اللي عندنا ممكن باب مثلا ممكن انا مش بحطك ده خلاص نعفل له عندي الباب دوات انسا غروسة بسيطة كده كده مثلا كده اوكي نعمل له group نسميها door طيب هنعمل layer برضو فوق ايه نبدأ 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 وجزء اللي تحت ده طبعا عيبه مطفي اوكي 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 ممكن نعمل واحدة تانية layer تحتها اوكي 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 صحيح اوكي ماذا بحسد Getting لطي primera تحتها شريعة متوافطة روما جميع الام catheter أفلا وازمت اوكي اوكي احققها اقلها خالص لاحقق نعملها بلور بتعرض ممكن ان اقلها سيناقل حسنا الحطة القريبة من الارض طبعا يجب ان يكون اضافتها اقوى من كده كده مثلا وبدو السوفت لايت اضافتها ومسح الزيادات هذه الخفيفة حسنا هذا سنضيف الزيادات من داخل لكي اضافنا ونضيف الباب نرسو نضيف ونضيف نضيف ونقوم بسيط ونقوم بسيط ونقوم بسيط ونقوم بسيط ونقوم بسيط ونقوم بسيط بالشكل ونبدأ اغم في الاطراف ونقوم بسيط ونقوم بسيط ونقوم بسيط ايه ايتم تانية عندنا. ممكن نستخدم البنت الصغيرة دي. انا برضو ده خلاص عملتو مش عايزو. انا اخد البنت دي. ومحطها ورا. هنخليها برضو ورا التكست. ومحطها. انا بسهلا. وهي ابدأ اديها الدرجات بتاعتي نعمل group طبعا اول حاجة هرمي على الكوتش بتاعتي هدي درجة اسود ونحطها مثلا هنا بالشكل ده طبعا اضطر ان انا يعني اطبقها على الكوتش فممكن نجرب البابت دول ومسلا نحط نقطعتنا هنا ده اللي انا عايز احركه كده مثلا وده عايز احركه بالشكل نعمل 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 خلينا في ممكن نعمل منه واحد تاني كده مثلا عشان الجزء اللي فوق نعمل 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 خلينا خلينا في واحدة بس ونعللها سنة بسيطة كده مثلا ونعمل لها بلور مباركة خفيفة تعالي نبات سنة كده ممكن تبقى بالشكل ده ويبدأ بعد كده اضبط الاضاءة للبنت طبعا انا عندي مصدر الدق بتاعي هيبقى جاي من هنا انا ممكن افتحها في واحدة تانية اصلا وابدأ اشتغل فيها بس انا عندي هنا معكوسة فهاشتغل من هنا على طول عشان ما اطلق بطش وانتا اراما اشتغل فيها اشتغل فيها اشتغل فيها ممكن لدوز كمانديو ويبدأ أغمقها أكثر كذا مساء ويبدأ أنور الحتة التي أحتاجها في المسك ويبدأ أنور الأجزاء الأطراف ويبدأ أضيف غوامق ثاني ممكن أخذ درجات من دقيقة مثلا طيب أنا عندي طبعا جزء اللي ورا دا منور فأنا محتاج أن أهديس لنا ونحتاج أن نغمقه ممكن أن نضيف عليه واحدة ثانية درجة السود الشكل لها شكرا أنا مثلا كده أنا أغمقت شويل كانت وراها عشان بس يبقى باين أنه في حاجة طيب لسا البنت محتاج شغلة كثير شكرا 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 لك بنفس الطريقة بنفس الطريقة بنفس الطريقة بنفس الطريقة بشكل ده انا عملت طبعاً سيحت شوية تحت رجلها لشأن كده كده الـ تبقى ميلي هنا سلة سنة بسيطة. ممكن صابعة طبعا تغمأ سنة بسيطة تاخد درجة غامعة سنة بسيطة. كده. طول ما انت شغل ايدك على بحيث ان انت تغير فيها على طول. ممكن بعد كده انا ممكن اخد شوية من الارضية ديت اضيفها على البنت حيث انتاخد نفس المود. بنغير طبعا من المود لحد ما نصل على حسن حاجة ممكن نخليها ونخليها خمسين طيب مباردو نفس الكلام بالنسبة للكاوتش ونضف طاعة طاقة خفيفة من المنفسجي مباردو نفس الكلام بالنسبة للباب مباردو نفس الكلام بالنسبة للباب ونضف طاعة طيب مباردو نفس الكلام بالنسبة للباب حولينا chociaż ، نضع بنسبة لبابدو نفسها وكان لا من هناك الموضع مباردو نفس الكلام بالنسبة للبابدو نوعها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واقعدوا في القناة سوف ندعه 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 حسنا حسنا نبدأ نعمل برضو وندي نفس الموز برضو بتاعتي هبدأ نعمل برضو نضيف 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 بالشكل ده كده بس هم نفس الكلام ممكن اعمله الفوق بس بدرجة خفيفة قوي خفيفة درجة ممكنة طبعا هبدأ اغمى الحتة ال في الشمال نقوز اليمين هزدي سورين ويننور الحتة ال في الشمال اغمى الحتة ال في الشمال نقوز اليمين كنون السلام. تعالوا نشوف كده عندي فيه درجة هنا ممكن أضيفها على ألسيت تبردو ألسيت تبردو بالشكل حسنا هذا أضيفها برضو ضل تحتها طبعا كل رجل هيبقى ليها الضل بتاعها وبنتها بس كيو وديها طبعا صغر سنة نضيفها 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 طبعا أنا ممكن أعمل أي حاجة من الحاجات دية سوأنا بحاول أصغر لوقت سنة تمام. ممكن نخلي طبعا الشادو بتاعها جايس النايمين. بنعمل برضو موطة تانية. 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 كده مثلا ممكن نقوم بعمله و نضيفها موشن بلور نضيفها مثلا و طبعا نضبطها بمكان اللامب الشكل هذا هشيل مجهز بسيط من فوق و اقل السنة بسيطة من تحت حسنا ممكن ان ارسلنا الطرف بتاع اللامب كده مثلا نضيفها طبعا ممكن تحط تيلز اكتر نضيفها 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 و نبدأ نضيفها الشادو ستاعدها كده شكرا نضيفها نضيفها اشتركوا في القناة 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 نحط من syrente لايضا بالقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ضبط ق weakest نقوم بعمل التكست نفسه نقوم بعمل التكست نفسه نقوم بعمل لير جديدة وابدأ ممكن اخد شيئا تاني اضيفها على الكلمة حاولها الاسود ممكن احركها سنة بسيطة اخذها بالشكل ده انا طبعا مش عايز الجزء ده ونقوم بعمل التكست نفسه ونعمل الغزم بلير يبدأ بعمل التكست نفسه ويبدأ بعمل التكست نفسه هذا نفسه طبعا ممكن ابدأ اشوف اي تاني عندي ممكن نشوف مثلا حاجة زي كده ممكن نستخدمها في الحتة ديت برضو ممكن نشوف مثلا حاجة زي كده كده نعمل لها group نسميه برضو ممكن نغير في اللون اللاغضر ممكن نخلي الدرجة زي ديت زي الارضية برضو حسنا طبعا انا هشيل الجزء اللي تحت ده مش محتاجه و نعمل لها shadows و ننقذ الارض طبعا اتجرب موض اوكي تعال امحط لها بابدو شادو تحتها و نعمل لها و نعمل لها موضوع و نعمل لها الارضي اضع المساعدة سوف نضع المساعدة سوف نضع المساعدة سوف نضع المساعدة حسنا نضع المساعدة هذا أسأل حسنا نضع المساعدة نرى المساعدة أيضا جزيز ممكن أن نأخذها بالشكل وممكن أن نأخذها وممكن أن نأخذها وممكن أن نأخذها وممكن أن نأخذها ولم أرى؟ وممكن أن نأخذها وإن أخذها وإن أخذها من ضربة وأطلق وأطلق وأخذها وبعد أخذ ويضعها المترجم للغاية نحن 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 اوكي وهنا من اللاعر برضو تحتها للفاق بتاع الشهدو اوكي من كن اصبت شرده ده كلا نسى بان كلا نضيف بردلون شوية بسيط كده من المطرقة اللي بردي شكله حسنا لدينا اخر شيء فيشا لدينا شيء زي كده ما كنت ضايفة للعمبة نسميها لامب نسميها لامب نصغرها و نعطيها مزحة نقوم بشكل كذلك نقوم بعمل نجدها تحتها نقوم بعملها نقوم بعملها بردو من وحدها ونضع لها ليرس تحتها فيها الشادوز تحتها نقوم بعملها هنا نقوم بعملها ودخلنا أجب موسيقى موسيقى كده انا عندي التكوين بتاعي تقريبا يعني ده كده شكل التكوين بتاعي ممكن اخلي حرف السي ده الواحده واخليه مثلا ببيض موسيقى وبعد كده بعد ما بكون خلصت كل الليرز ديت ببدأ اقفل الشغل بتاعي ممكن نضيف اللير مثلا solid color موسيقى واخليها soft light ممكن نخليها مثلا 40 انا عايز اشيل ده من جوه سينا بسيطة موسيقى كده مثلا ممكن نضيف هنا شوية ضوء موسيقى 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 soft light موسيقى 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 هنقل على الديد ونجعلها كده بسعى صفت لايت هنقل على الاربعين نرى الكلار ممكن نضيف حاجة تانية كمان ممكن نضيف حاجة تانية كمان ممكن نضيف حاجة تانية كمان نبدأ نقفل شغل بتاعنا ممكن اعمل Command Alt Option Shift E واخش على Camera Raw Filter ابدأ اشوف Auto طبعا هو Auto شايف المهم نورها قوي ممكن نقلل سلنا فيها Contrast Highlights ممكن نزود فيها سلنا Shadows اللي ابيض عندي مش مشكلة مش هقلله قوي ضربة الاسود ونديها سلنا بسيطة Clarity حسنا مباردو كالعادة ممكن نشوف هنا اللايت او لا اعمل اشنا ننزلها اوي عندي الديتيلز طبعا كل ما نزود كل ما يكون افضل بس طبعا ما نزودش اوي يعني ما اعطقتش اللي احنا ممكن نزيد مثلا 30 درجة البشرة ممكن نعدل فيها سلنا لو عايزين ننزل ده مثلا ننزل ده مثلا هنشوف الدرجة البنفسي احنا عندي الدرجة ديات لطيفة شوية. تمام. وممكن نقفل عليها سنة. بدرجة الغائمة. الشكل ده. اعتقد انها كده افضل. ممكن نعمل واحدة كمان. كماند جي. ونزود هاي باس. حسنا. ونديها صوفت لايت. او لينير لايت. لا بيشيل اول حاجة. فخلينا صوفت لايت. ونقللها سنة. ممكن اضيف برضو لاير لو انا عايز افنش قوي او او اوصل لمرحلة كواليتي اعلى قوي. ممكن اضيف لاير واعمل شفت ديليت. اعدي درجة غري. صوفت لايت. وابدأ اشتغل عليها دوتجون بيرن. طبعا انا في حادة عندي هنا منورة. محتاج انها تتزبط اكتر من كده. اكتبع نشوف ايه اللي هيحصل. نجرب نغير شوية في BIRN بتاع الشعر. طبعا هنا عندي جديد واحد ديات بقى ممكن تتضف. كل ما تعمل دوتجون بيرن كل ما يكون بطل طبعا. طبعا حتة اللي انت تعمل دوتجان بيرن فيه اماكن معينة انت بتشتغل عليها بعد ما انت قفلت اللير فالموضوع بيبقى يديك مية واحدة طبعا بتفرق كثير لو عملت دوتجان بيرن بطريقة كويسة اشتغل 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 اشت كده ممكن اضيف بعد كده تكست مثلا او حاجة لو انا عايز اضيف طبعا انا عندي حتة اوبشن لنا ممكن اضيف هنا لوجو ممكن اضيف هنا تكست فنحنا ممكن نضيف هنا تكست مثلا ممكن نضيف هنا تكست مثلا ثم اضيفهم اخلي اخفو النص طيب بكده يا جماعة وصلت الاخر الحلقة حابت ان انا اشوف ارائه و حابة بشوف كومنتات وان شاء الله اشوفكو في حلقة جديدة مع محمد عيدل من هك شكرا لكم اشتركوا في القناة